كتلت احلامي اقرب وصف للسان حال الطفل اليمني امير الذي بطرت ساقه نتيجة لغم حوثي وهو لم يتجاوز عامه الرابع ترك لغم الطفل امير شريف العامري اسيرا للاعاقة بعد ان تسبب في بتر ساقه ولم يكتفي بذلك بل قتل عمه وابن عمه شريك اللعب حينها وبين الم الاب وحسرته على ما عناه طفله وما سيعانيه تساءل كيف للميليشيات الحوثية ان تضع هذه الالغام في طريق الاطفال والنساء والمدنيين في رحلتهم اليومية لكسبر في المقابل ناشد والد الطفل امير مشروع مسام لنزع الالغام في اليمن بتكثيف جهوده في اليمن عموما وفي تعز على وجه الخصوص معتبرا انها باتت في كل مكان وناشد مشروع مسام انهم يكتسبوا الجهود في تعز بالذات لانه فيه مصابين وفيه الغام يعني يكتسبوا الجهود بقدرها الامكان ويحاولوا يخفضوا على الناس ويخفضوا على اللي اللي ما تصوابش لا يتصوابش ومشكورين جزاهم